وحول سد النهضة الاتيوبي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بتلك القضية وأعرب شكري عن رافضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحدية الجانب مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجامعة خاصة أن مصر ترصد عدم تغير الموقف الاتيوبي بشأن قضية سد النهضة استضافة القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الاتيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاثة كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الاتيوبي الاحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيفة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الاحدية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع اشتركوا في القناة